النهاردة حبايبي اناعمل مع بعض ديتول باللمون الطريقة ديت برضو هتبقى حصري والاول مرة بقدم لكم على طريقتي مبارح قدمت معكم طريقة عمل ديتول بالبرتقان جميل جدا والنهاردة بقدم لكم باللمون بس تخفى بصراحة والريحة متاحته خطيرة جدا بس في الاول فضلا مليسة امرا حبيبتي لو اول مرة تابعيني ياليت كده تدعميني باللايك والشير واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصل لك كل الفيديوهات يبقدمها في القناة اول باول فيديوهات حصرية والاول مرة ان شاء الله كده تنال اعجابك ده كده حبايبي شكله جميل جدا والريحة متاحته تحفى بصراحة اتمنى لانتوا تجربوا الطريقة كده وتتابعوني الاخر فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي معكم حناني الوراكي قناة متنوعة النهاردة حبيت اللي انا اعمل معاكم دي تورب اللمون طريقة جديدة وطريقة حصري والاول مرة اقدمها لكم على طريقتي ان شاء الله كده تنال اعجابكو كل اللي احنا هنحتاجه هنحتاج لبضرة اللمون نعم وهنحتاج لخل وبريل ده كده تلات مكونات بس كده فبضرة اللمون دي انا هقول لكم انا بعملها ازاي اي لمون بيطلع عندي قشر لمون باحتفظ بيه في كيس في الفريزة لما بيجمد بطلعه ببشر الطبقة اللي برا بالمبشرة اللي هي نحية الوسط بتنزل معي بقى البشر اللي هي دي كده بينزل معي بشر اللمون بحطه على صاج وبدخله الفرن لحد ما يتحمص وبعد كده بضربه في الكبه متاعت الخلاط لحد ما بيبقى بودرة معي بنفس الشكل كده البودرة دي انا بستخدمها بصراحة في كل حاجة فالنهاردة هنعمل لكم بودرة اللمون دي التحفة هنستخدم بقى ايه رتل من الخل طبعا تقدري بقى تجيبي خل من السوبر ماركت انا بجيبي الخل سايب من عند المتاع المنظفات خل خامه بخفيفه عندي بمية باستخدمه في اي حاجة باستخدمها في المنظفات بس انت استخدمي اي حاجة يعني المتوفر عندك استخدمي يعني بنفس الطريقة كده هو هنبدأ اللي احنا هنستخدم رتل من الخل ومعلقتين صغيرين من بودرة اللمون اللي انا قلت لكم عليها عاملها ازاق بحطهم كده بحطها على الخل ويستحسن كمان انت اعمليه في برطمان علشان بعد ما بعد ما بنحط البدرة بقلبه تقليبة وبعد كده تقفلي بقى البرطمان وبنسبوه لمدة 24 ساعة طبعا 24 ساعة ليه علشان طبعا الخل ياخد كل حاجة في كل الفوائد اللي هي في قشر اللمون بس كده فاحنا مش محتاجين بقى اللي احنا هنسبوه لفترة اكتر من كده هي 24 ساعة وخلاص بس انا علشان عايزة اخلص معاكم الفيديو بسرعة فانا هعمل ايه انا بعد ما خلصت كده هنكمل بقية الخطوات ايه على طول بس انا بقولك ازاي اللي انت ايه تسيبيه يعني هنستخدم بقى ايه كده هنستخدم علبة وشاشة عشان نبدأ اللي احنا نصفيه وبعد كده نكمل اخر خطوة اللي احنا نضيف الايه البريل اه زي ما قلتلكم اه لازم اهم حاجة تسيبيه 24 ساعة بس انا عشان مستعجلة هكمل معاكم التصوير على طول هبدأ بقى اللي انا اصفيه يعني انا عندي المصفى دي ادي شاشة كنت انا عاملها اه بصفي بقى لحد ايه ما ينزل يعني التفل متاع قشر اللمون ده مش عايزها ينزل يعني كده خط اللي فيه يبقى خلاص ولو عندك مصفى سلك زغيرة ممكن تفردها عليها حتة شاشة او طرحة قديمة او اي حاجة وتصفيه اه دلوقتي بقى ايه بعد ما صفيته اه حبدأ بقى اللي انا اضيف عليه اه معلقتين من البرل البرل ده هوت اللي هو الجاه زه بيديني نتيجة كويسة في عمال الديتوق لا شايفين شايفين شكله عامل ازاي والريحة متحته بصراحة جميلة جدا ريحة لمون طلعة كده اه جميلة اه اضيف بقى ملقتين البرل ملقتين كوبا وقلبهم كده ايه بقى مع بعض وبعد كده اه يعني هحطوا بقى فلب الشفشة عشان تشوفوا معايا برضو اللون متاع برضو اكتر كده هو خلص معايا خلاص طبعا انا بعد التصوير برضو عشان استفاد برضو بضرة اللمون ديت اللي انا صفتها بالشاشة يعني هستفاد منها انا هرجعه تاني واضيفه عليه وحطه بقى ايه واسيبه 24 ساعة بعد التصوير الفيديو يعني عشان برضو يطلع معايا النتيجة كويسة برضو بس انا ايه بحيب اللي انا اعمل معاكو بس على السريع كده هوت اوررك الطريقة الخطوات ايه بالزبط ده كده حبيبي شكله احنا كده عملنا ديتول باللمون بطريقة سهلة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وتقدر تستخدميه في اي حاجة تعقمي بي اي حاجة وعا يبقى منظف كمان لان احنا ضعفين معلقتين البريل لدولت تقدري معا تعقيم معا تنظفي بيه بقى اي حاجة ممكن برضو البوتاجاز الطباخة الاشاني اي حاجة عندك في قلب الشقة عايز اتعقميها جميل جدا وكمان اللي هو عيعقم الحاجة واحنا يعرفين كمان اللي الخل بيقضي على اي بكتيريا واي جراسي كمان اللي هو بودرة اللمون اللي انا ضفتها هتدي ريحة حلوة كمان مع التعقيم يعني كل ما تيجي تستخدميه انت يعني هتحب الريحة كمان متاحته فمش هتبطلي بصراحة ما تستخدموهش ريحة متاحته جميلة اشر اللمون ده هو تكنز يعني فيه ناس ياما بترميه وهي مش عارفة الفوائد اللي فيه كنز بصراحة وممكن كمان الخلطة ديت المعقم دوات كمان البريل قصلي برضو ممكن انت تعقمي بيه التلاجة تخسلي بيه التلاجة برضو يعني ترشي وتمسحي كده التلاجة برضو من جوه منبرة جميل جدا بصراحة انا كان عندي بخاخة فاضية عبيته فيها عشان ابدأ اللي انا يبقى سهل عليها في الاستخداء طبعا كل الحاجات ديت انا بوريلك الفيديو ازاي اللي انا ايه ازاي اللي انت هتعملي كده بس زي ما قلتلكم برضو اللي انا عشان عملت الفيديو بسرعة بعد التصوير هرجع كل الحاجات دي تاني في قلب برتمام كده واسيبه الموضة 24 ساعة مع بودة اللمونة اللي انا صفت بس انا دلوقتي بوريلك ازاي اللي انت تستخدميه بالزبط طبعا انا بعد ما معبيته كده ببدأ بقى في الاستخدام بترشي منه بقى كده بين البخاخة ويعني فردة شراب قديمة كده بتبدأ اللي انت بتعقمي بيه لأي حاجة عندك وعيبقى منظف حلو جدا تنظفي بيه برضو اي حاجة ممكن كمان اللي انت تستخدميه مع القبيت تاخدي منه كباية كده صغيرة لو انت مثلا او كباية كبيرة ودي فيه مع الغسيق مع الملابس البيضة هيخليلك الملابس جميلة جدا ومزهزهة وممكن تضيفي كمان عليه مع الملابس البيضة معلقتين كده من السودة هتخلي اللي البيض معاكي منور وزي الفل كمان يبقى كده قوت انا وريتك ازاي اللي انت تعملي دوتول بطريقة بسيطة وقلتلك برضو على استخدامات كده على السريع استخداماته جميلة جدا وتحفى اتمنى للفيديو كنال اعجابكم كان معاكم حنان الوراقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة